السلام عليكم شباب يوهلا والله شونكم شخباركم طبعا اليوم حبيت اجربوا اياكم هاي اللعبة وشفت عليها فيديوهات كثيرة وحبيت اشاركوا اياكم للمحبين الالعاب طبعا هاي اللعبة خليت اروح لكم عنها ببساطة شوية تتحدث عن العصر الجليدي انه انت شلون تنجو من الجليد والبرد القارص والعواصف الثلجية وكل ما اطور قريتك اكثر وصير عندك اكثر منازل واكثر وسائل راحة وكل ما اطور قريتك اكثر راح يجونك ناجين من البلد ومن هذا الجليد ويعيشونه اياك واتطور قريتك وصير قرية جدا شبيرة طبعا بيها تحالفات يعني انا اقلكم اشبه بكلاش اوف كلانس لكن بصورة جديدة وتخليك تدمن عليها ادمان مطبيع لعبتي هاي لفل ثمانية ومصل المنازل مالتي وحجر الاحتراق وكل الادوات اللي طوانيها مصلها مستوى ثمانية انت اول ما تستلم تستلم عندك فقط هنا حجر مع النار ومأوى واحد شوفوا شباب نبدي اول شي بالعنصر الاساسي اللي هو حجر الاحتراق اللي هو هذا هذا هو اللي يدفي لك القرية مالتك ولازم مشتعل دائما تخليه بالطاقة القصوى مالته على مود ما يبرضون عندك العمال اللي يشتغلون بكوخ الصيد ومنجم الفحم وبالمستشفي وبالمنشرة ومنجم الحديد واللي بالمطبخ وحتى اللي ايضا جاي ينامون او يستراحون بهاي البيوت هذا الحجر هو اساس اللعبة اشلون البيت اللي بكلاشه في غلانس المنزل كل ما اتطوره يطونك اشياء جديدة هذا نفس الشي خلي ابدأ اشرح لكم على المأوى اللي هو ينتونك هذا المنزل تبذي انت اتطوره لازم اتطوره من ناحية الخشب والفحم والحديد اتطور الاسر مالته وتخلي بيه مقسله ومرحاض اجلكم الله عندك هاي المنشرة هاي المنشرة تنتج لك الخشب به وعمال يشتغلون يجيبون خشب وايضا لازم اتطورها بخشب وفحم واحجار عندك هذا منجم الفحم هذا ينتج لك الفحم على مود تشتغل عندك هاي على الفحم والخشب عندك هذا منجم الحديد هذا ينتج لك الحديد حتى تبني واتطور الاشياء بالحديد والخشب اما هذا كوخ الصيد فعندك صيادين يستغلون حيوانات يسويونها لحم جاهز وينطونها هنا للمطبخ هذا المطبخ مهمته يشتغلون بطباخين حتى يوفرون اكل وشرب للعمال وهاي المنازل هم ينامون به ما شوفون قدامكم به اسرر من طابقين مثل الطوابق ينامون به ويستراحون واذا كانوا مرضى قبل لا ينطونك المستشفى يجون يستراحون هنا عندك المرضى حتى يتشافون بالكامل عندك هنا المستشفى اذا عندك واحد مريض راح تأشر هنا عندك علامة حمراء بهذه العلامات تنطيه سالب على مود ينقل قبل المستشفى يعالج هنا الطبيب وهذا الطبيب هنا قاعد شوفوني هلا والله بالشيخ لما تطور شوي شوي راح ينطونك هاي الاشياء هاي ساعة حرب ساعة تحديات هنا تلعب به وعندك هذا هنا نصب تذكاري القريتك وهنا عندك معسكر رماية للتدريب وعندك هذا استكشاف تروح تجيب بي ناجين ينطونك طيارة طبعا هاي بعد ما تحدث تصل مستوثماني وهنا عندك معسكر مشات تدرب قوات مشات على مود تروح تغزب به هنا عندك هاي السفارة مالتك هاي السفارة مالت القرية مالتك وهنا عندك هذي مركز صحي مستوصف لما يجونك ناجين جدد وبيهم مرضى فيجون هنا يتعالجون حتى يدخلون هنا للقرية ويشتقلون ويبقية العمال لان اذا دخلوا وهم مرضى راح يعدون البقية والعمال البقية يعطين يتمرضون طبعا هذا كان شرحني باختصار على هاي اللعبة اللي حبي يحملها راح أخلي رابطها بالوصف دخلوا وحملوها واذا عجبتكم كتبوا لي بالتعليقات شينجرب من اللعبة او واذا تحبون اشرح لكم عليه بفيديو ثاني مع السلامة